تشهد العلاقات بين مصر وصربية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ويتذلك في وقت تتوفر فيه الإرادة المشتركة لدفع التعاون بين البلدين لأفاق أرحب ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية اتفاقيات تعاون وبروتكولات اقتصادية تجمع مصر وصربية على مدار عقود اتفاقيات تشمل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين فضلا عن مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية والخدمات الجوية والبيطرية التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في قيم الواردات والصادرات في الفترة السابقة وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 113 مليون و59 ألف دولار مقارنة بنحو 79 مليون و74 ألف دولار خلال عام 2021 محققا بذلك نسبة زيادة بنحو 42.5% الصادرات المصرية الى صربيا تشمل العديد من المجالات منها الخضروات والفاكهة والنباتات وخيوط القطن في حين تشمل الواردات من صربيا الأخشاب والمعدات والمواد الخام الحكومة المصرية أكدت اهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية في مختلف المجالات بما يحقق شراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا امتدت لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الأعمال العام والاستثمار مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك قام بدوره ببحث تنمية العلاقات والتطرق لمقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية اللقاءات المختلفة بين مسؤول الدولتين تترقت لتطوير النقل النهري بالنظر إلى محورية نهرين نيل والدانوب في البلدين خاصة على ضوء الخطط الجارية في مصر لتطوير المجرى الملاحي لنقل البضائع وخطط التطوير للمواني النهرية المعلنة من جانب صربيا التي تعتبر إحدى الدول المشاطئة لنهر الدانوب باعتباره القناة الرئيسية لها للربط مع الشحن البحري ترجمة نانسي قنقر